بتشوفي أن الربيع والخريف هم زي بعض بالضبط؟ لا طبعاً فيه اختلاف كبير فصل الربيع بيكون فصل عواصف ترابية معروف أن بيأثر علينا منخفضات حرارية بتعمل على عواصف وحتى احنا عارسين رياح الخمسين دايماً فصل الربيع لكن فصل الخريف بيكون فصل السيول والأمطار احنا طبعاً قبل الخريف قبل ما الفصل الخريف يبدأ وبيبدأ في واحد موماً أن ده فصل التقلبات جوية حد وسريعة فصل سكوت أمطار غزيرة تصل لحد السيول السيول طبعاً أماكن بتاعتها بتكون معروفة محافظة سيناء طبعاً دي من أهم المناطق ده طبعاً نظراً للطبيعة الجغرافية والجبال الموجودة في محافظة سيناء ثلاثة جبال البحر الأحمر ثلاثة جبال البحر الأحمر أيضاً محافظات جنوب السعيد ممكن تصل لها هذه السيول يعني جنوب السعيد ما فيهوش جبال لكن السيول اللي بتوصل لجنوب السعيد بتوصل نتيجة أن الأمطار بتتجمع على الجبال الموجودة على ثلاثة جبال البحر الأحمر وتبدأ تنزل في المنحدرات اللي بتأدل طرق جنوب السعيد فبتوصل لها السيول وبتكسبها قوة كمان وبتكسبها قوة طبعاً أن المية نزلة بقوة وبشدة وبعنف فبتكون بتشيل في طريقها أي شيء طبعاً يعني أي حاجة عشان كده دايماً احنا بنقافي مخراط السيول مجاري السيول ومخراط السيول ممنوع يكون فيها أي مباني فيه ناس للأسف بتبني بيوت في مخراط السيول بنى عشوائي بنى عشوائي فده طبعاً بتتدمر كلها تماماً لما يكون فيه سيل سواء بقى في جنوب السعيد سواء في يعني حصل قبل كده فراز غارب كانت سيول مدمرة كانت في 2016 وتم هدم العديد من البيوت فيها فدايماً نقول لا ده لاش مخراط السيول نبعد عنها تماماً الطرق أيضاً ميات مية كبيرة جداً جاية من سلاسل جبال البحر الأحمر وبتعدي وبتنزل على الطرق وبيقدي الإغلاق العديد من الطرق قبل فاصل الخريف بنبعث بيان تحذيري لكل جهات والكل المحافظات قبل الحالة بـ 72 ساعة بنقول أن قبلها بـ 48 ساعة نأكد أكتر ونوضح تفصيل أكتر قبلها بـ 24 ساعة كل ما نأكد كل يوم ده معناً إن الحالة قوية ومستمرنا معنا ممكن أعمل بيان قبلها قبل الحالة مثلاً 72 ساعة أو قبلها بـ 4 أيام والخريط تضاير أليس الحالة دعفة هل بتشيروا الحاجة قبل المدة دي قبل الـ 72 ساعة قبل الـ 72 ساعة توقعوا حاجة معينة وبدأوا تستعدوا بس ما بنعلنش عنها لأن لو أعلننا عنها بتبدأ الناس تقلق لا يعني مش حتى الإعلام بالنسبة للناس بس على المحافظات للوزارات المعنية على تواصل تام معها على طول كل المحافظات إحنا على تواصل مع مكاتب جميع المحافظات مجلس الوزراء في فيديو كونفرنس بيكون في زميل لنا في حالة لما بيكون في عدم استقرار زي الفترة اللي فاتت بيكون موجود فورفت عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء لازم بيكون موجود هو شخصياً بيتابع همزة الوصل آه طبعاً لازم قبل الحالة بأسبوع تقريباً إحنا منبع عاملين جدول بس ده بيتباعت لمجلس الوزراء فقط علشان هم يبدأوا ياخدوا استعدادات حكومة تستعدد آه لكن بالنسبة للإعلام والمواطنين يعني قبلها بـ 72 ساعة عشان ما نقلقش الناس